بشرت لجنة العفو الرئاسي عملها في ملف دمج المفرج عنهم وطلقت عددا من الطلبات لمواقف المفرج عنهم سواء بقرار من النيابة العامة أو بقرارات العفو من الرئيس عبدالفتاح السيسي وقد تم بالفعل تنفيذ عدد من الإجراءات بعودة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل كما يتم تنسيق مع الجهات المعنية لحل بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بمنع الصفر أو التحفظ على الأموال هذا وأكدت لجنة العفو أنها وحدها دون غيرها التي تقوم بالتنسيق مع جهات الدولة في هذا الشأن وأنه لا صح لما تعلنه بعض الكينات أو الأحزاب أو الشخصيات بذات الشأن